لم تمر حكاية نقل مجموعة من الأغنام في سيارة تابعة للحكومة الفلسطينية مرور الكرام على الشارع الفلسطيني فبعد قيام أحد المواطنين بتصوير السيارة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت عدة أسيلة أدت بدورها حدوث بلبلة حول كيفية استخدام سيارات الحكومة لغير الأغراض المفروزة لأجلها لكن بعد التقصي عن حقيقة وما هي الموضوع تبين أن عائلة مكونة من أم وثلاثة أطفال معاقين في يطى جنوب الخليل ناشدت الرئيسة مطالبة بتقديم يد العون والمساعدة في إعالة الأسرة التي تفتقر إلى أدنى مقويمات الحياة فما كان من الرئاسة إلا النظر بعين العطف إلى هذه العائلة وإرسال مكرمة تحوي مشروع أغنام يساهم في دفع العجلة الاقتصادية لهم عندي أولادي معاقين توجهت لمكتب المحافظة لكن حكيت مع الست إيمان ووجهت الست إيمان لأم مجواد معرفة مجواد والست إيمان وصلتنا للرئيس وبنشكر يعني الرئيس اللي سعدنا ووصلنا هذا قيمة الخرفان فإننا نقدر نطعم هذا للوليد يعني مش قادر أطعمهم أنا يعني ما بقدر أن أم يديدي ولا أشحد ولا أني أصوت في الجامعة أقول مثلا مش قادر أطعمهم ما لكن أنا رحت عام مكتب المحافظة ونشادت قلت لهم أنا ما أنا قادر أطعم ولادي وما أنا قادر أحكم ولادي عندي أنا ثلاثة معاقين مرمين وشاة الدار والله العظيم أحد يدخل علينا ولا حاجة إلا منشؤون كل أربعة تشير خمس تشير شايف مواحد يدخل علينا حاية تنتخلع يعني العالم اللي بتحكي هذا الإشي يتأكد من هذا الإشي بدل ما ينشروا فيه كاذب يتأكد في هذا الإشي الحكومة بساعد فينا الحكومة ما صوت إشي غلط بساعد فينا بساعد معاقين بساعد معاقين مرميين بشخوا على حالهم نشكر إحنا الرئيس يعني بنشكر كثير كثير اللي عمل يعني بده يعني يكسب آجر في معاقين ومن الجدير ذكره بأن استخدام سيارات الحكومة في تقديم المساعدات ليس بالجديد لكن الحلقة المفقودة كانت جهل الكثيرين بأن هناك قسماً خاصاً في جهاز الرئاسة يتولى تلبية نداءات الاستغاثة ونقل الإعانات من خلال سيارات تابعة للحكومة يعني من المعروف أن قسم المساعدات الرئاسي تقدم مساعدات عديدة بناء على استغاثات وبناء على اتصالات من بعض العائلات الفقيرة عادة العائلات التي تمنح مثل هذه المساعدات هي تكون معدمة حالات استثنائية صارخة حالات كهذه الحالة التي وزعت إليها اليوم وهي ملحق لمساعدات سابقة فهي عائلة معدمة بثلاث إعاقات لا يوجد دخل لا يوجد عاملين في هذه الأسرة وبالتالي قامت سيارة المساعدات الرئاسية عن طريق الأخت اللواء إم جواد بي نقل هذه الأغنام بهذه السيارة الصغيرة وطبعا تنقل من هذه السيارة أيضا كثير من المساعدات سواء حقائب مدرسية أو بعض الطرود التموينية أو أغنام أو غير ذلك وهذا ما حصل واليوم استكملت المساعدات لهذه العائلة بتقديم أيضا غنمتين إضافيتين لخمسة سابقات لتلفزيون وطن دعاء الأطرش الغليل